موسيقى اليوم فم مشكلة كبيرة في تونس إدارات عمومية تمضي على عقود خلصة على عقود عقاب الليل على عقود خارج التوقيت الإداري في العطلة الرسمية فقد تكون عندك معرفة فقد تدفع الفلوس فقد تكون أنت عندك الوساطات تنجم تعمل كل شيء اليوم نحكي على البريد نحكي على البلديات نحكي على عديد المرافق العمومية لما سيب وما فيها الشرقابة كنت حكيت منذ يومين على بلدية تطوين لحل تعقاب الليل لإمضاء عقد احتراف للاعب كرة القدم عامناول بوست حل تعقاب الليل لإمضاء أيضا عقد وتسجيل وثيقة في الليل لجمعية رياضية كبيرة لكلها قضايا مفتوحة في المحاكم ما الزلنا ما نعرفوش النتائج انتاعها والماء ما زال سايب وحتى حد ما هو يراقب اليوم حكينا في الملف هذية وباش نتعمق فيه أكثر مع الأستاذ الطيب بالصادق قد لي عندك برشة إذا فات وعندك ما تحكي في الموضوع هذية خاصة أنه يهمك أنت بدرجة أولى ساعة نبدأ بالنقطة الخطيرة وقت لبلدية تحل عقاب الليل وقت لبوست تحل عقاب الليل وتعطي الخدمات سواء بالمحابات أو بالمقابل المادي هذية شنوه يتسمى بالقانون انت تحكي على موضوع مهم جدا وهو الإخلال بمبدأ المساواة الناس متسويين مما القانون لكن في الحالة هذية يولي كل الناس هذو ما عندهم دي ففير معناها تحلو بوستة والتحلو بلدية خارج التوقيت هي عملية متاع معناها امتياز يتعطاها الجمعية دون أخرى يتعطاها الشخص دون آخر وهذية طبعا يخل بمبدأ المساواة وهذية زادة يدخل في خانة التدليس لأنه وقت يتسكر باب البوستة ولا يتسكر باب البلدية من بعد إذا كانت تضاف حاجة في الدفتر فإنها مش تضاف بعد ما يقع غلق البلدية وغلق خاصة حسابات البلدية حسابات البوستة لأن كل عملية قموا بها ثم مبلغ ثم معلوم يدفع والمعلوم هذك تاخد في وصل في الحالة هذية الفلوس اللي تدفع بعد الوقت وين تمشي هل أنها هكالمبلغ هذك ما هو الشخص إذا كان يخول القانون ويسمح له أنه يستعمل البلدية والإدارة خارج القانون خارج الوقت وبالتالي حتى المسألة المادية اللي يخاض على الرقابة تولي مسألة زادة كيف كيف يقع تلاعب بها ثم الخطورة حساب رأيي تكمن في الجانب هذا وتكمن كذلك في أنه يعطو ففار ويعطو إمكانية الناس أنها تدلس أنها تقوم بأمور غير قانونية يحاسب عليها القانون الجزائي وإحنا كلنا نعرف اللي ثم قضية ما زلت منشورة البوستة عمناول هي اللي أثرتها وأثرتها ضد العون وضد الأطراف اللي معاه ولليوم هي على بساطة النشر كذلك هبارل القضية ذيك اللي هي بدلت مسار البطولة عمناول وبدلت مسار القرار اللي أخذاه المكتب الجامعي بدون معناها أسيس جوريديك اليوم اليوم ثم ملف أخطر برشا ملف اليوم بشي زعزع عركان البطولة الوطنية كاملة على خاطر تو سمبل ما راه غدوة إذا كان بشي تلعب مات شوات في ظل التجاوزات هذوما في الزوز لعبين هذوما اللي ثابت التجاوز ثابت التجاوز وراه التجاوز ذايا ما خلينيش إلى الصدفة فقط أستاذ خليني نوضح للسيدة المشاهدين الأستاذ طيب بالصادق يحكي على المجال الرياضي هاني جايك لكن أنا نحكي على عقود تمضى في البلديات خلصة في الليل وفيها المليارات فيها مشاريع فيها بيع وشراء تحت الطاولة فيها التفريط في عقارات نورمالمون تتسجل في القباضات المالية لكن هذه كل تقعد خلصة والخاصر هي الدولة التونسية أيضا هناك آلاف السيارات اللي تدبيع خلصة في الظلام وتتصحح العقود انتاحها في البلديات يجيك الدفتر متاع البلدية حتى لدارك ولا تجيك للقهوة ولا يجيك العساس يحلك الباب وتصحح في كل وقت هذه كلها مسائل نسمع بها حتى ولينا نرأوها اليوم باش نركز في المجال الرياضي وباش نرجع بكم للريبورتاج متاع بلا قناع وللتسجيل الشهير بين جمعية رياضية وزوجة أحد اللاعبين لم يقلها حلين البلدية بإذن من رئيسها ورئيس الديرة انتاحها العشرة انتاع الليل وسجل أو أمضى على عقد متاع لاعب محترف في الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم هذي شنو يتسمى الأستاذ طيب بالصادقة سلبينة قال رو عندي ما نحكي وعندي ما نوضح قطلي أخطر حاجة اللي ممكن تضرب الرابط المحترفة الأولى تضرب المصدقية متاع الرياضة التونسية الروح الرياضية في الصميم وتأثر على سمعتنا كاتوينسا هي العمليات هذه اللي قاعدة تسير قطلي عمناو البطاس ربحنا مثل هذه العمليات وسنية عودت في شكل آخر والمورط الجامعة التونسية اللي كرت القدم منوضحه جمعية موجودة معتها في الربط المحترفة الأولى وانتي توفيدك ورقة شكاية جزائية في أروقة المحاكم وقتلي رأوا تدليس والتدليس يعني السجن على امتداد سنوات هو الشخص اللي دلس هو الشخص اللي قام بالعملية هو في الحقيقة الحلقة الضعيفة لأنه وراه هو تكمن القوة في الناس اللي ينجموا يحلوا في أوقات كما هذيك ويستعملوا الإدارة بشكل غير قانوني الأشكال اللي هنا اليوم العقود هذه تعملت عقد أول وهو العقد اللي تم فسخه اللي هو بستة شهور والعقد الثاني اللي هو عقد ملحق للعقد أفنو اسمه فيه وهذه في التسجيلات تراكم موجود أنا سمعته عندكم في التسجيلات هذي أفنو لفنو هو ملحق العقد كيفاش أنت تفسخ العقد الأصلي وتعمل ملحق في نفس اليوم وفي شهر فيفري عشرة فيفري تحديدا يعني ما تمش مركاته يعني أنت لزاك واختفقت استعملت البلدية خارج الأجال القانونية خارج الأجال يعني لأن الإدارة رأي ثم قوانين تحكمها ثم أوقات إدارية تحكمها وقت أنت تجي في الليل في الليل دبرة بليل وتحل البلدية وتعمل اللي تحب ثم أنك تعتدي على العقد الأول بالفسخ ثم تزيد تأكد اللي أنت غالط فتفسخ الأول وتعمل ملحق باش تحاول تصلح هو بالعكس هو حاول يصلح ياخذ جاي طبها عماها بس أنا زادة في الأسألة من تاعي من جيش طب فيها نعمها هاو مسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم قال الملاعبي يصلح بس معناها الناس الكل وصحح في كونترة ثاني بعامين ومور كمريقلا هاو يفهم في القانون هاو صلح مريقلا هذي بسمعتها قبل كلمة مريقلا معناها كلمة ما تجيش في الحالة هذية اللي هي مش مريقلا فعلا وميش قانونية فعلا واللي صار هو محاولة لي التلاعب بالقانون ما ننسوش اللي ثم أو بش نوري للكاميرا ثم قوانين تنظم الجامعة وثم تحديدا رجله مو سبورتيف اللي فيه فصل الفصل الثالث في الليني يا دو يحكي على أربع عقود فقط لكل جمعية هنا شنو لي عملت الجمعية هذه زادت على الأربعة زوزخرين اللي هما أحمد واللعب عليه القلعي القول هذو ما كيف يخرجوا على الإطار متع الأربعة ويولوا ستة بش تولي الجمعية الماتشوات اللي لعبتهم من كل إذا كان صار عليهم ريزارف ولا صار عليهم إثارة تخسرهم اللي هو تو حاليا بلوكي الجامعة وانا عارف اللي هي بلوكي لأن غدوة الجمعيات الكل الجمعيات الكل بش تمارس حقها في الاحتراز على المقابلات النادي هذي اللي هو تحت طويل لأن ما بني على باطل فهو باطل وبش تواصل الباطل نحكو هنا على دي لسانس تعتط ميش قانونيا راه لليسانس فيهم وفيهم للمت بش تبقى الجامعة هذه أسوارها عالية على القضاء التونسي وانا عيما أقول وقت نقول راه هواي اللي شفناها في الجامعة ونتذكرها ناس كل وناس كل تذكر الكورافية هذي كورافية الشركة اللي ممثلتها من بلد شقيق وجابوها وعملوا بها البوز وبعد ذابت كلملحة وتعمل الوقت هال الفينال السوبر كوب في دولة قطر الأشياء هذي التجاوزات لم تحاسب عليها الجامعة ولم يحاسب رأس هذه الجامعة اللي هو نتصوره سبب فيها التجاوزات الكل وثم ملفات لدى قضاءة التحقيق في القطب المالي أين هي هذه الملفات لماذا لم نرى لها نتائج لأن نراه المسألة اليوم مطلب شعبي أن يقع محاسبة هالجامعة تونسي كورت قدم أنا بش نمشي في صلب الموضوع ونسألك أستاذ بالقانون اليوم يحكي على لوبي يفعل ما يشاء يفتح الإدارات متى يشاء ويمضي على العقود متى يشاء ويبيع ويشتري كما يريد والحكاية هذه حالين البلدية في الليل مش سايرة في تطوين كهو يحكي على كل مناطق الجمهورية فقط تنجم تمشي تدخل للكومنتريات الموجودة في بلا قناع طلق الناس يقول يقول جبت السيد من وظنه هاي الإدارات الكل تحل في الليل ورأوا يواصل النجم يعمل كل شي هذا كيف من يقول الواحد تجاوز الضو الأحمر أنه فينا الماء الناس كل تتعدى في الضو الأحمر الضو الأحمر سيضو أحمر ما يتعدى حد التجاوز القانون ما يعنيش الاستمرار فيه وكيف يش يا أخي المفعول الردعي للعقوبة وقت يتردع وقت يتعاقب كي يبدأ ما ثمش عقوبة ما ثماش عقوبة شنون يصير ناس تتمادى وفعلا يولي الغير مألوف والغير القانوني مألوف وحاجة عادية وهذاك عليش لكمانتر يحكو لك على الكل يعمل هك الكل يعمل هك راي بلا قانون اليوم تم حالة تم ملاحظتها وتم معاينتها عن طريق عدل التنفيذ عدل التنفيذ عاين الوضعية التسجيلات واضحة الجامعة زادة تم احترامها وتم مكاتبتها في الأمر وتم شرح الوضعية بالقانون وبالإجراءات الخاصة بالجامعة نفسها والجامعة طبعا لم تجب وباقي تتفرج ويبدو لي أنها في مأزق رهيب اليوم في خصوص البطولة ما ما نفوت بش ما نفوت بالحديث راهو مش كان الجامعة في بالها الفيفا زادة كيف كيف وزارة الإشراف اللي ندعوها أنها تكون أقوى من اللي هي توى فيه وأنها تواجه لقانون تواجه اللاعقوبة وتمشي في اتجاه الصحيح اليوم إذا كان بش تصير محاسبة للجامعة تونسيكر قدم يولي هذائيا راهو ملف من الملفات بالنسبة للهلال الشابة رانية متأكد شديدة تأكد وبكل ما ما عندي منه قبل قلتها وتحديناها قبل وتحديتها من قدام التاس حتى مدة طويلة من قرار التاس وفعلا جنهار وشفنا التاس كيف حكمت اليوم راهو بالنسبة للشابة راهو ماشيين بدوسيات اخرين للتاس معناها الملفات موجودة ملفات موجودة نتحفظ خطر راهو احنا نخدم ثم محامين في سويسرا وثم محامين في تونس وثم ملفات معناها ستزل هذه الجامعة فقط استاذ صادق سمحني ما دخل الشابة في هذا الموضوع الي هو يخص حارس مرمى وجامعية في الربط المحترفة لول الشابة تضررت بيش لأن اللعبة في السور فايدو ماتش ما هو المقابلات اللي لعبها ضد الشابة ما هو توى اتحاد تطوين إذا كان يتم معاقبتها على الفعلة هذه ستتدحرج هي مش الشابة وبالتالي عندها مصلحة الشابة وبالتالي من حقها ندافع على مصلحة سمحني يوستاذ واذا كان اتحاد تطوين حسب الريبرتاج اللي عنه فما مسؤول من الجامعة التونسية لكورت القدم هو اللي يدبر عليه هو اللي قال اعملي هك او اعملي هك هانا اسمعنا قالوا نحي الكنترال وامشي بالكنترال الثاني واني الامور مريقلة هاي اتبع في الادارة على الجامعة ما عنه ما ابدأ قولك لا يعذر والجاهل وبجاهل القانون اعني انا جاهل لا لا مش عليك انت حشاك اما الشخص اللي يتجاوز القانون وهو موجود نوار سيوربلون هاني انا وريتكم الفصل اللي يتجاوز القانون ها المفروض هو عالم به الناس المتخصة والكتاب العامين والناس اللي تعرف القانون يجب مهاش تتجاوز القانون ولي لتجاوز القانون يجب أن يعاقب وريبرتاجنا موجه إلى وزير الداخلية رأسا سيد وزير الداخلية البلديات تفتح أبوابها في الليل لاجتماعات حزبية لإمضاء عقود احترافية في كرة القدم لإمضاء عقود تجارية لبيع السيارات والأمور مسيبة شكون يحكم في البلديات هل البلديات مستقلة اليوم في تونس تساور رئيس البلدية ولا رئيس الدائرة وتعملي تحب أين القانون أين القانون أين القانون يا أستير شوف يلزم نفهمه حاجة اللي يراه إذا كان ما تقدموش ما تقدموش وما انعصرنوش الإدارة راي الإدارة يزيد فسادا علاش الإدارة وموظفي الإدارة يرفضوا الرقمنا علاش يرفضوها الرقمنا لأنها تمنع من الفساد لأنها تمنحهم من الفساد برشا يساعدهم أن تبقى الأمور في المهموت وقت تتوجه للسيد وزير الداخلية توجه له بكونه تكون الأمور مضبوطة أكثر ومحدة بترقيم إلكتروني بطريقة ما يمكنش للشخص وقت تتسكر الكاسة أنه يقبل ولا يعمل حاجة بلايش وهنا نسأل سؤال هل أن العملية اللي تمت في الليل تدفع فيها كالمبلغ الصغير اللي يدفع في البلدية وثم وصلت للتخذاء ولا لا ولا تعملت فري بلايش هنا سؤال اللي ينجم يتجاوز دينار وينجم يغطي عليه وما يتدفعش للكاسة متع الدولة ينجم يتجاوز المليارات واضحة بطبيعة الحال وريبورتاجنا اليوم نذكره مش كل مرة تسلم الجرة ذكره جريد توزرك العام شنوها صار لها في البلدية الجمعية الكبيرة في الرابط المحترفة الأولى شنوها صار لها الجامعة التونسية الكورت القدم شنوه صار لها مع الطاس لكن ما نحكيه في الرياضة فقط بش نحكيه على الإدارات التونسية المسايبة اليوم ليست البلديات فقط من تفتح أبوابها خارج التوقيت الإداري بل هناك إدارات أخرى تسدي الخدمات فقط تدفع الفلوس ونقول لكم تقعد في دارك وتجيك الفزيطة تعالك رهبة تقعد في دارك والإدارات تعطيك الترخيص وما عندكش الشروط اللازمة فقط تبعث القهوة متاحهم البلويتهم تأخوا اليوم ترخيص كبير وتدفع الباكو اليوم الإدارات التونسية مسايبة وباش نبدأهم اليوم كل مرة نتعرضوا على قضية وفي إدارة وذكروا بلادنا ما تنجم تتسانتر إلا بالقانون إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر